السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم فرد ملحر الرابع للدورة الثانية مادة لغة العربية نبدأ بالقراءة والفهم اقرأ بتماعوني النص ثم اجب عن الأسئلة أسفاله إذن نقرأ النص أولا وعاد نجاوبها للأسئلة دياله في ربوع حديقة جدي تتصالح الفصول وتمارس حريتها من غير تصنع أو تزييف فالشتاء غاضب وقاس وأمطاره تاج للطهارة والنقاء ولا تفتر همة الرياح والعواصف فيه حتى يقبل الربيع ليلهو بريشته المبدعة فيلون لوحته الفنية بسحر يفوق الخيال أما الخريف الهادئ فلم يبقى له سوى القيام بدور الحكام بين الصيف والشتاء ولكنه ينذر المصطافين بضرورة بضرورة إعداد العدة للهرب من غضب الشتاء القادم تبقى حديقة جدي دائما في بالي ففي ربوعها نشأت ومرتوى عطش بعد من جمالها وسحرها الذي يحرك أوتار فؤادي ويهمس في أدني بأسرار الجمال نعم إذن ندوز الأسئلة أربط بسهم الكلمة ومعناها إذن الكلمات التي ما عرفناها مش هيتفهم في السياق انطلاقا من السياق دي النص سنفهم تمارس ينذر يهمس وعندنا يتحدث بصوت خافت تزاول يحذر نعم تمارس بالمعنى ديال تزاول ماذا تمارس حريتها من غير تصنع أو تزيف كيفما جات في النص يعني تزاول ينذر أنا قال لنا بأن فصل الخريف ينذر المصطفين بضرورة إعداد العدة للهاربي إذن ينذر بالمعنى ديال يحذر يهمس 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 في أدني بأسرار الجمال إذن شنور كيف يكون في الأدن إذن والتحدث بصوت خافت ألون العنوان المناسب لهذا النص إذن لماذا يهدر النص واذا يهدر لها حديقة جدي حزن الطبيعة والرحلة مع الجد إذن حديقة جدي جدي لون هدي نعم ما هو جمع حديقة جم حديقة وحذائق حذائق ما هو مفرد أو تار وتار نعم بماذا يتصف فصل الشتاء حسب النص؟ إذن إذا إذا رجعنا النص فهذه القول بأن الشتاء يتصف بالغضب قلنا غضب وقاس وأنطاره تاج للطهارة والنقاء نعم إذن إذن يتصف فصل الشتاء بالقسوة والغضب القسوة نارك ينخط رخصتكم بالسين غاضب وقاس بالسين إذن يتصف فصل الشتاء بالقسوة والغضب نعم ما الجملة التي تبين جمال فصل الربيع؟ أذن الجملة حتى يقبل الربيع ليلهو بريشته المبدعة فيلون لوحته الفنية بسحر يفوق الخيالة نعم حتى يقبل الربيع ليلهو بريشته المبدعة فيلون لوحته الفنية بسحر يفوق الخيالة نعم ما هو الفصل المفضل لديك ولماذا إذن كل واحد يقول لنا ما الفصل المفضل لديه مثلا نقول أحب فصل الربيع لأن الطبيعة فيه تكون خلابة وفيه تحل النزهة إلى غير ذلك وتتمير التمار وتزهر الأشجار يعني نصف الفصل لأزيزي لنا ندوزل تطبيقات الكتابية ننسج على غرار إذن ندر الجملة بحال هذه عندما تسافر إلى الجبال في فصل الشتاء سوف ترى تلوج الكتفة إذن عندما نقدر نقول تسبح في البحر في فصل الصيف سوف تحس بالانتعاش والراحة مثلا إذن عندما تسبح في البحر في فصل الصيف سوف تحس بالانتعاش والراحة ما أجمل البادية وما أرواع طبيعتها الخلابة نقدر نقول ما أرواع المدينة وما أجمل بناياتها العالية أشتب الكلمة الداخلة في كل مجموعة إذن عندنا كلمة داخلة خريف شتاء أمطار ربيع صيف إذن هادو كاملين فهما فوصول أمطار مشي فصل إذن اشتبوا عليها عين ساقية جبال جدول نهر عين ساقية فهي منابع للماء جدول مجرى للماء نار كذلك مجرى للماء جبال لا أنجز كما في المثال نعم سمع أسمع استماع خرج أخرج استخرج عميل أعمال استعمال حضار أحضار استحضار نقول أعمال عقله يعني يخدم عقله أحضار يعني جاب معه شي حاجة أخرج خرج أحول حسب المطلوب أسافر أنت تسافر نحن نسافر نسافر نعم هو يسافر يسافر نعم جريت أنت جريت نحن جرينا هو جرى ابتعدت أنت أنت ابتعدت أنت ابتعدت نحن ابتعدنا هو ابتعد نعم الإملاء أحول الإسم المنقوص في الجمل التالية إلى إسم منقوص منوّن يدافع المحامي أمام القاضي نعم نعم إسم ناقص هنا المحامي والقاضي يدافع محامي أمام قاضي كندر التنوين وكنحيد لي ياء يجري الماء في السواق يجري الماء في سواق التقيت بالراع في الحقل التقيت براع في الحقل فديما كندر التنوين وكنحيد الياه نعم أضع داخل كل المربع ما يناسب من علامات ترقيم نعم قال مرادو ندر لها جزء النقط يتقال ما هو الجملة التي قال ندر لها هنا جملة وندر نقطة فإذا كانت تنتهي الجملة كانت تنتهي بنقطة هذه الجملة كانت تنتهي بنقطة نعم ما أروع هذه الصيامة ما أروع يعني التعجب ندر علامة التعجب لماذا لا تلعب معنا هنا سؤال إذا ندر علامة استفهم الماء ضروري للحياة لا وجود بدونه ولا وجود بدونه الجملة ما زال ما سألتش إذا نخصنا فاصلة هنا سألت الجملة ندر نقطة أكمل كل جملة أكمل كل جملة باسم إشارة مناسب وطني نقول هذا وطني مدرسة هذه مدرسة تلاميذ هؤلاء لاعبان هذان بنتان بنتاني كنت أقول ها ثاني إذا إلى هنا أتي إلى نهاية هذا الفيديو أشكركم على المتابعتي والسلام عليكم ورحمة الله وهو بالتوفيق للجميع هذا الامتحان موخود من موقع www.sumbulati.com اللي يبغى يمشي الطلالة